أهلا بكم حلقة جديدة ونهارك سعيد ساعتين على الهواء مباشرة أكيد هنبقى بنتابع كل الأحداث اللي بتحصل هدوء نسبي في ميدان التحرير حتى الآن من مبارح بالليل ويرب يكمل الهدوء المعتصمين منهم كتير سعداء بأنه ضرب بقل أو قل الغاز لسه موجود ولكن الناس عايزة تركز بقى في الاعتصام وعايزة تركز في مطالبها وعايزة تركز في الرسالة اللي هي عايزة توصلها للعالم كله من خلال ميدان التحرير وميدين التحرير المختلفة في مصر نكون معاكم على الهواء أنا وفادي وماي صباح الخير صباح خير يا عيد صباح خير يا فادي وأهلا مرة تانية بكل اللي بيتابعونا وأعتقد صعب قوي صعب جدا أن احنا نقول يعني يا رب النهر تا يكون يوم كله سلام وكله سعادة وكله أمل وكل الكلام الحلو اللي بنقوله كل يوم الصبح لحت ما يتوقف تماما إراقة الدماء في ميدان التحرير بعد خمسة أيام من سقوط جرحة وقتلة كلنا مدايقين كلنا مكتئبين كلنا عندنا يعني حالة نقدر نقول أنها حالة حداد على عموم يعني أنا مش عايزة أبقى دخلة يعني ببداية كئيبة جدا في أول اليوم لكن نتمنى النهاردة يوم يعدي على خير يعدي بسلام وأنه زي ما عيدة قالت كلنا نبتدي يعني نظرنا يروح لميدان التحرير نبتدي نشوف إيه المطلوب مننا وإيه المفروض نحققه للموجودين هناك وكل المتظاهرين والمعتصمين اللي موجودين عشان تبقى البلد دي في حالة أأمن وأسلم وأحسن لنا كلنا أقول صباح الخير مشاهدينا والبقاء لله والتعازي في الشهداء في الميدان ومش عارف يا ماني بتقول أنه تبقى بداية كئيبة بس إحنا النهاردة خمس يوم ولسه فيه ضرب قنب المسير للدموع هو المسير جدا أنه اللي يفتح مبارح التلفزيون الرسمي ويفتح القنوات الخاصة يكتشف فارق شاسع جدا ما بين الناس في حتة والسلطة الناحية التانية في حتة تانية خالص وزير الداخلية مبارح طلع برضو في مكالمة هاتفية على ستوديو 27 وكان ضيفاي البرنامج هو اللوائين اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي عضوة المجلس العسكري وقال على الهواء أنه ما فيش ضرب رصاص وما فيش ضرب خرطوش طيب سيادة اللواء حضرتك بتشوف اليوتيوب حضرتك شفت الزابط أبو دبورتين الصغير دفعة 2009 اللي كان بيدرب الناس واللي جنبه بيقولوا أنها أصابت الناس في عيونها الزابط ده على فكرة معلوماته وعنوان بيته وحياته كلها محطوطة على الانترنت محدش بيرد على الكلام ده ليه على فكرة فيه الناس أعلنت على مكافأة على رأسه بتانت بخمس تلاف جنيه أخر خبر سمعته أنها بعت عشر تلاف دولار محدش بيرد على الكلام ده ليه ولا حضرتك أصلا ما بتشوفوش الحاجات دي ومش عارفين إيه اللي بيحصل على الانترنت وشكلنا بقى عامل إزاي قدام الدنيا كلها لقد وقعتم في خطأ تراجيلي تاريخي قتل المتظاهرين فيه المتظاهرين بيختلوا والغاز ده مشكلة كبيرة جدا أنا واحد من الناس شميت الغاز في مدان التحرير الغاز صعب جدا يا جماعة مش ممكن يكون الناس دي كلها كدبة الناس رايحة بتموت اللي يحدفوا مولوتوف دول لازم يتمسكوا ما ينفعش إن احنا نبقى كله على بعضه طيب خليني كمان أزود يا فادي شوية حاجات يعني الإعلام أحيانا أو وسائل الإعلام المختلفة الناس طبعا أكيد عايزة استقرار ما حدش يقول نحن مش هايزين استقرار عشان بس ما حدش يتهم اللي في المدان التحرير هو مش هايزين استقرار بالعكس الناس بتطالب بإجراءات اللي منش أنها تجيب استقرار بس استقرار حقيقي مش استقرار مصنوع مش استقرار إعيرة استقرار في داخلية لها هيبة ومحترمة وبتحمي حقوق المواطن استقرار فيه إنتاج وفيه عمل وفيه إنتاج خلوني بس عايزة إحنا وقتنا خلاص بتاع المقدمة بيخلص بس عايزة أقول أنه كنا في الأول في قوي ما بيحصل أي مظاهرة بيقولوا لا دول غير بتوع 25 يناير دول حاجة تانية وبعدين بنتأكد أنه هما بتوع 25 يناير المظاهرات المرات دي قالك لا اللي عند محمد محمود غير اللي في مدان التحرير بعدين ثانية واحدة مسؤول مزارة الصحة تلعن برح في أحد البرامج قال أنه حوالي عدد الإصابات وصل الناس اللي راحت حوالي 3000 غاد دلوقتي القدرة المستشفات الميدانية ابتدت تضعف الناس دعبت من الغاز هي الناس بتقع كده سنين ما احنا شايفين على الهوى قنابل الغاز في نص الميدان يعني احنا رؤى العين تمام يا عطاك دي عايزة أنت عايزة تقولي أنا عايزة أقول بس أنه قال محمد محمود مش متظاهرين يسيبونا بقى مش محتاجين نصنف خلينا نشوف الناس عايزة ايه الناس مطالبة ايه الناس عددها كبير ونشوف مطالب ونقعد نشوف إذا كانت تنفت حق ولا لا ده أعتقد الأهم وكفاية قراق للدماء والحل مش نحن ابني جدار عايزة في شارع محمد محمود الحل نحن نوقف يعني اطلاق النار بالضبط ويمكن دي أهم نقطة عايزة أكد عليها لا ينفع الاعتذار والمتظاهرين لسه بيموتوا يا جماعة على عموم احنا نبدأ فكراتنا عشان اعتقد كده خلاص المقدمة مع أستاذ أسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام وفكرة الصحافة مع فادي بعض الفاصل